أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد من تقنية مفهومة هنا نتعلم الأمور نتعلم يعني أو نتصبح الأمور من خلال الاستماع لمثل هذه الفيديوهات هذا ليس درس وليس شرح بالصوت الصورة هو فقط درس استماع أنت تسمع وتحاول أن تفهم ما تفهم من المعلومات الموجودة من خلال هذا الدرس أو من خلال هذا الفيديو أو هذا الشريط الصوت يعني إذا ألت أن تتعلم الأمور بالصوت والصورة وأن يكون هناك درس مباشر فعليك وأوصيك وأدعوك لاندمام لكل يوم خميس في الدروس المباشرة في هذه القناة التي بدأنا فيها منذ الصفر ومنذ البداية بالHTML وهي دروس تفاعلية يمكنك أن تسأل يمكنك أن تقول أنني لا أفهم وسأكرر لك المعلومات في دروس مباشرة فيسعدني بالتأكيد انضمامك أما بالنسبة للفيديو اليوم فاليوم هو نتحدث عن CSS قليلا فإذا بداية عندما كنا نتعامل بداية مع صفحة HTML أو تحدثنا عنها فإذا ما هي هذه الصفحة أو صفحة الويب أو صفحة أي موقع فما الفكرة الأساسية كانت منها؟ فإذا الفكرة الأساسية كانت أن العلماء في يعني عندما اخترعوا أو أوجدوا HTML أوجدوها لفكرة تبادل المعلومات تبادل النصوص العلمية فيما بينهم على شبكة الإنترنت فكانت HTML تم اختراعها وبطريقة تفكير بها كـ HTML كيف تم التفكير بها الطريقة هي أن نرمز الكلام الذي نريد أن نرسله أنا تحدثت عن ذلك ربما بالفيديو السابق أن يتم ترميز الكلام فكرة ترميز ترميز يعني تحديد يعني تحديد شيء أنه كونه شيء فماذا يعني؟ يعني مثلا عنوان الصبحة أقول هذا عنوان الصبحة مثلا القائمة أقول هذه قائمة الصورة أقول هذه صورة فإذا هذا هو يعني الترميز ويتم كتابة أكواد معينة حتى يتم توضيح أن هذه صورة توضيح هذا عنوان هذه ترويسة هذه القائمة وإلى آخره فهذا يعني الترميز فإذا البداية كانت أننا نقوم بإنشاء شيء ما نرمز فيه الملفات التي لدينا الملفات العلمية حتى نستطيع تبادل المعلومات بين أو العلماء يستطيعون تبادل المعلومات بما بينهم على الشبكة فإذا هذا هو الأساس وثم الآن أصبحت ليس الآن يعني في وقتنا الحالي أقصد الآن بعد استخدام HTML تطورت تطورت HTML وعندما نقول تطورت HTML يعني تطورت طريقة الترميز الطريقة هي نفسها لكن أصبحنا نستطيع أن نرمز أجياء أخرى معلومات أخرى فمثلا يمكننا أن نرمز الصوت إذا أردنا أن نضيف صوت للصبحة الواب يمكننا أن نرمز ذلك نقول هذا الصوت إذا أردنا أن نرمز مثلا فيديو يمكننا ذلك نقول هذا فيديو ونرمزه فإذا قواعد HTML ما زالت كما هي كما تم اختراعها منذ عشرات السنين لكن الذي تطورت فعليا هو أننا أصبحنا نستطيع أن نرمز أشياء إضافية في صفحة الواب أو في المستند الذي نريد أن نشاركه مع الناس فإذا بالأساس صفحة الواب أو الموقع الإلكتروني بالأساس وليس فكرة أنه كما نراه الآن بشكله المتطور صفحة إلكترونية أو موقع إلكتروني هو بالأساس عبارة عن مستند بسيط أراد أصحابه أن يشاركوه عبر الشبكة هذه هي الفكرة فذا مستند أشاركوه عبر الشبكة وكلمة مستند أيضا نستخدمها في حياتنا الطبيعية أنه يمكننا أن نكتب صفحة معينة ونريد أن نشاركها مع الأصدقاء فنرسل لهم نسخ منها أو يمكننا الآن أن نقوم نرسلها عبر الشبكة عبر الإنترنت ماذا لو أردت أن أتيحها ليس أرسلها بشكل خاص أن أتيحها على موقع على سيرفر أضعها مثلا على سيرفر معين هذا السيرفر يمكن أن يتصل معه يتصل معه أكثر من يعني من جهاز أو يتصل به أو يطلب منه أي جهاز متصل بالشبكة يطلب منه هذا الموقع ما هو هذا الموقع أو ما هذه الصفحة أو ما هذا المستند ويعرضه على جهازه فالآن وصلنا لفكرة أن الآن لدينا طريقة لكتابة مستندات ومشاركتها على الإنترنت وترميزها بالشكل الذي ستفهمه تلك المتصفحات التي ستعرض هذا المستند ولكن هناك شيء يعني هذه المستندات صحيح أنها مرمزة بشكل صحيح تعطي المعنى الذي أنا أريد أن أوصله للشخص القارئ لهذا المستند لكن شكلها يعني شكلها شكل يعني خام يمكننا أن نقول يعني شكل عادي وليس فيه مثلا على الأقل ألوان مثلا حجم الخط لكل شيء ليس واضح ليس حجم الخط الذي فعلا يجب أن يكون مثلا لفقرة معينة أو كذا خلفية مثلا النص هي بيضاء وكلام النص هو أسود وبالتالي لا يوجد ألوان لا يوجد خلفية حجم الخط يعني غير ثابت تقريبا يعني كل الفقرات لها نفس حجم الخط ربما صاحب المستند يريد أن يجعل نقطة معينة من فقرة موجودة بالمستند يريد أن يجعلها أكبر خط مثلا فكيف يمكن ذلك؟ فكان الحاجة لإنشاء شيء جديد يمكن من خلاله إتاحة الفرصة لأن نلون هذا النص أن نجعل له خلفية وأن مثلا نغير حجم الخط فكيف ذلك؟ فهنا جاء لدينا فكرة style sheet style sheet يعني ورقة style ورقة الزينة أو التجميل يعني فنريد أن نجمل هذا المستند كيف نجمله؟ مرة أخرى أكرر نفسي نضيف ألوان وخلفية إلى آخرين فهنا جاءت CSS التي هي اختصار لكاسكايدنج style sheet يعني أن نضع أوراق style ونصلها مع هذا المستند أوراق style ماذا يعني أوراق style؟ يعني نقول مثلا نحن أن كل الفقرات في هذا المستند أريد أن أجعل لونها ملونة بلون مثلا أخضر فهذه الجملة فسأكررها على مسامعكم مثلا كل الفقرات الموجودة في هذا المستند أريد أن ألونها باللون الأخضر فهذه القاعدة التي تعني الجملة التي تحدثتها فأنا أضعها في style sheet في ورقة الـ style في ورقة الزينة أو التجميل وتكون هذه الورقة طبعا منفصلة عن الورقة المستند الأصلي يعني بالمستند الأصلي أنا أريد مشاركة مثلا نتائج التجربة العلمية التي وصلت إليها فمثلا اسم المستند نتائج التجربة العلمية وثم قائمة النتيجة رقم واحد النتيجة رقم اثنين نتيجة رقم ثلاثة رمستها بشكل صحيح وضعت عنوان المستند رمسته كعنوان القائمة رمستها كقائمة وكل شيء تمام لكن أنا أريد تلوين الأشياء لأجعل هذا المستند يعني الناظر يراه شيء جميل أو شيء مرتب نوعا ما فأضف قواعد جديدة لملف أربطه مع ملف الأصلي ملف المستند النتائج العلمية وهذا الملف أضع فيه قواعد الستايل أسميه ستايل شيت يعني ورقة الستايل وقواعد الستايل مثال على تلك القواعد أن كل الفقرات في هذا المستند أريدها أن تظهر باللون الأخضر جيد؟ مثلا دعونا نقول أنني أريد أن أكتب القاعدة التالية في هذا المستند فأنا أريد مثلا أن أقول كل الفقرات هي باللون الأخضر لاحظوا أعزائي أن الفقرة بالHTML يتم ترميزها كباريغراف باريغراف يعني فقرة وبالP tag أنا يمكن أن أقوم بترميزها فإذا بالHTML إذا أرد أن أرمز أن الفقرة ما هي فأرمزها أقول هذه فقرة هذه فقرة يعني ترميزها بHTML سيكون باريغراف فإذا الآن لو أرد مثلا أن أضع بالStyle sheet أو بورقة الStyle أريد أن ألون بالأخضر كل الفقرات فإذا الفقرة ما هي اسم الفقرة بHTML اسمها P فالتالي سأكتب بي بهذا الشكل طبعا أنتم لن تروا فقط ستسمعوا صوتي وأنا أريد أن كل الفقرات لون أخضر فبالتالي أنا أريد أن أحدد بداية الStyle أو بداية قواعد الStyle التي أريد أن أضيفها لهذه الفقرة فتحديد البداية يكون بإضافة كيرلي براكت وكيرلي براكت لهذه اللحظة لا أعرف ما اسمه الحقيقة باللغة العربية كيرلي يعني هذا القوس الذي فيه نوع من الإعوجاج فبداية أنا أحدد العنصر الذي أريد أن أضيف له Style باسمه وثم أحدد بداية كتابتي لقواعد الStyle بفتح كيرلي براكت وثم أكتب القواعد التي أريد ثم أغلق الكيرلي براكت فبالنسبة للقواعد أنا أريد لون أخضر طبعاً لون يعني Color بالإنجليزية فسأكتب Color وسأضع نقطتين رأسيتين يعني نقطتين فوق بعضها يعني نقطة ونقطة فوق بعضها نقطتين رأسيتين وأكتب اسم اللون الذي أريد أن أضعه هو أخضر يعني بالإنجليزية Green سأكتب Green وبالنهاية القاعدة أضيب فاصلة منقوطة الفاصلة منقوطة هي فاصلة وفي فوقها يوجد نقطة هذه اسمها فاصلة منقوطة أو سيمي كولن هكذا اسمها وثم أغلق الكيرلي حتى أقول أنني انتهيت من القواعد فإذن هذه القاعدة التي أنا يعني كتبتها وقلتها الآن بالصوت هذه القاعدة أضيفها لملف Style وهذا ملف Style يتم ربطه مع مستند الـ HTML وبالتالي كل الفقرات تصبح لونها أخضر فإذن جميل جدا صحيح فإذن هذا كانت الفكرة هذه كانت الفكرة لكن الشيء الذي أريد منك أيضا أن تفكر به أن الآن نحن نتعلم الأشياء يعني كما هي يعني تعلم مثلا أن قلت القاعدة كيفية كتابة لون أخضر قلت القاعدة الآن بالـ CSS كيف نكتبها نحن نعرف هذه الأشياء أو نتعلمها ونتعلم من قواعد لكن لا أريدك أن تنسى أن المتصفح الذي يرى هذا الملف المتصفح الذي يرى ملف الـ Style Sheet يستطيع أن يفك شيفرة هذا الـ Style Sheet ويعرض الفقرات باللون الأخضر فإذن المتصفح فيه نوع من الكود هذا الكود الذي يستطيع من خلاله أن يفهم هذا الكود ويقوم بعرضه على الشاشة بالمنظر الذي أنا أتوقعه بلون أخضر مثلا والآن هذا الشيء مفهوم بالنسبة لنا لكن في الوقت الماضي عند اختراع هذا الشيء لم يكن مفهوم فبالتالي لأن المتصفحات أصلا التي الآن نعرفها مثل Chrome وFirefox ومثلا Brave وكل المتصفحات الموجودة على الساحة الآن هذه المتصفحات لم تكن موجودة في الوقت السابق والمتصفحات التي كانت موجودة في العهد الأول لم يكن فيها إمكانية أن تفهم هذا الشيء فكان يجب برمجتها لفهم هذا الشيء والإضافة التي أريد أن أضيفها لك أن في ذلك الوقت لم يكن هناك Standard Standard يعني مقياس موحد يعني الآن مثلا قريبا هناك مقياس موحد أن كل المتصفحات الموجودة على الساحة يجب أن تفهم CSS وليس كلها ليس كل قواعد CSS تفهم لكن على الأغلب الشيء الأساسي كلها تفهم يعني مثلا اللون الأخضر كل المتصفحات تفهم في اللون الأخضر تفهم هذه القاعدة وإذا كتبت أنت أظهر هذا باللون الأخضر كل المتصفحات ستظهره باللون الأخضر الآن لكن في العهد الماضي في الأول الموضوع لم يكن هناك Standard لم يكن هناك مقياس موحد فكانت هذه المتصفحات الموجودة يجب أن تضيف كل متصفح يجب أن يضيف القواعد اللازمة حتى يفهم هذه المواضيع وبعد فترة كان هناك مشكلة بين المتصفحات وثم يعني تقريبا توحدت من ناحية فهمها لهذه القواعد التي نراها الآن يعني الآن كما قلت كل المتصفحات تفهم أغلب القواعد هناك اختلافات بينها لكن بشكل عام هي تفهم الأساس فهذا الشيء لم يكن في وقت سابق وبالتالي كان هناك يعني حاجة أن يتم بلمجة المتصفحات حتى تفهم هذه الأمور طبعا لماذا أنا أقول هذه المواضيع لماذا أقولها فالسبب هو التالي هو أنني أريد منك أنت أن تعرف أن لكل شيء قصة ولكل شيء تدريج وكيف تقول الأمور والأمور لا تأتي من فراغ والأمور لا تأتي فجأة فجأة نجد السياس اس موجود أو كل المواقع جميلة وفيها سياس اس مستخدم بكثرة وبشكل جيد وكل متصفحات تفهمها هذا الشيء أنت الآن لأنك ولدت وحديثا مع التطور ووجدت نفسك أمام جهاز هاتف هذا الهاتف يستخدم كثير من الأشياء يقوم بالأشياء بسرعة تستخدم الحاسوب كل شيء مفهوم تقوم بالدخول للمواقع تظهرها بشكل سلس وربما يعتقد أو ينزرع في اللاوعي الخاص بك أن هذه الأمور هكذا تعمل هكذا تعمل بشكل يعني ستعمل بهذا الشكل لأنها بالأصل تعمل بهذا الشكل فأنا أريد أن أقول لا لا تعمل بهذا الشكل لأنها بالأصل تعمل بهذا الشكل لأنك كان هناك تدرج كان هناك تطوير معين ولا يوجد شيء وخصوصا بالتقنيات يعني أنا مثلا الآن أقوم باختراع أو اكتشاف مثلا قواعد CSS جديدة أقترع شيء جديد فهذا لا يعني أن المتصفح سيفهم ما أكتب علي أن أبرمج المتصفح حتى يكتب فإذا الموضوع أننا الآن هناك عدة أجزاء للنظام حتى يعمل عدة أجزاء للنظام حتى يعمل أنت قد تعمل على جزء وتظهر لك الأمور لأن أجزاء النظام الأخرى مبرمجة أن تفهم ما تقول لكن بالأصل إذا أردت أن تبني شيء جديد إذا أردت أن تفكر بشيء جديد فعليك أن تعرف أن فقط اعرف أن أجزاء النظام المختلفة يجب أن تعمل مع بعضها حتى تفهم الموضوع الواحد وفهم أجزاء النظام مختلفة لأي جزء هو ليس شيء بالأصل لكن هو شيء مبرمج أن يكون بهذا الشكل جيد فأتمنى أن هذه الفكرة تكون واضحة بالنسبة لكم لأنه يهمني جدا أن المطلقي أن يكون مفكر بحد نفسه بحد ذاته أن يكون مفكر أن يفكر بالأمور كيف تجري كيف تعمل وأن لا يكون فقط شخص يتلقن هذه الأشياء ويكتبها ويقوم بها وبدون تفكير لأن قد نصل لمرحلة هكذا نصبح مثل الرجال الآليين بدون تفكير نكرر الأمور نحن أصلا في هذه المرحلة فلا يجب أن نفكر بأصل الأمور وثم نحاول أن نفهمها نستخدمها بطريقة مفهومة وولا مشكلة أو لماذا لا نقوم باختراع أمور جديدة مبنية على فهمنا للأمور السابقة المهم نحن الآن في CSS لكن تحدثنا عن أمور جانبية اعتبروها فاصل إعلاني CSS فعليا تطورت أو يعني الوضقة لستايل تطورت عبر السنين التطور الخاص بها كان من أي ناحية؟ من ناحية ربما تفكر فيها من ناحيتين أول ناحية أن يمكننا أن نتحكم بستايل الأشياء بشكل أكبر يعني ليس فقط الآن موضوع محصور بموضوع أن نضيف مثلا لون وباككراوند يعني خلفية وفونت سايز يعني حجم الخط وفونت ويت يعني عرض الخط مثلا ليس هذا فقط يمكن أن نضيف أشياء أخرى مثلا يمكن أن نضيف مثلا أشياء متحركة يمكن أن نضيف مثلا أن أريد مثلا عنصر من العناصر أن يتحرك لليمين أو يتحرك لليسار أو يقفز مثلا فمثل هذه الأمور يمكن أن نقوم بإنشائها قد أن تطورت من هذه الناحية من ناحية أن يمكن أن نقوم بإضافة استايلات أخرى غير الاستايلات الأساسية هذا يعني جزء من التطور الجزء الثاني من التطور هو أن المتصفحات المختلفة الآن تقوم بأخذ هذه التطوير الذي حدث في سي اس اس وتتبنى ولكن ليس كل المتصفحات ليس كل مرة يتم إضافة عنصر جديد بسي اس اس أو استايل جديد بسي اس اس تقوم كل المتصفحات بتبني هذا ليس دائما لكن على الأغلب المتصفحات تحاول أن تقوم بتبني الاستايلات الجديدة وتدعمها وهناك أعتقد موقع الإنترنت يوضح لكل خاصية من خصائق السي اس اس أي المتصفحات تدعمها يوجد بعض الخصائص مثلاً يدعمها متصفح متصفح آخر لا يدعمها وهذا الذي أحياناً يشكل مشكلة للشخص الذي يكتب الاستايلات يعني متور سي اس اس هنا يواجه مفكلة أنه مثلاً يكتب استايل معين يجده يعمل بفيرفوكس لكنه لا يعمل بكرو وهنا عليه أن يعرف كيف يقوم بحل هذه المشكلة مثلاً أو أن يستغني عن هذا الستايل أو أن يرى اللوحة المحددة التي قلتها قبل قليل التي تحدد أن هذا الستايل في أي متصفحات يعمل وفي أي متصفحات لا يعمل واضح وأحياناً بعض الستايلات يجب أن تقوم بكتابتها بطريقة معينة حتى تدعم مثلاً حتى مثلاً تعمل على كروم وتكتبها بطريقة مختلفة حتى تعمل على مثلاً فايرفوكس المتصفح الآخر لا أريد المتدئين أن يخافوا من هذه الأفكار أنا فقط أعرض الأفكار حتى تضعها في بالك لكن لا داعي للخوف منها لأن أغلب الستايلات كما قلت هي مدعومة من جميع المتصفحات الستايلات الأساسية مدعومة من جميع المتصفحات لكن الستايلات التي تأتي حديثاً هذه التي فيها إشكال ويمكن النظر إذا كان متصفح فلاني يدعمها ومتصفح فلاني لا يدعمها أضلاً الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله أن يعني اللوحة يعني لوحة الـ HTML أو صفحة المستند الذي أنت تكتبه بـ HTML إذا عرضته مثلاً بفايرفوكس وإذا عرضته مثلاً بكروم فقد يظهر مثلاً بكروم بشكل يعني مشابه جداً لفايرفوكس لكن باختلافات بسيطة فلماذا؟ لأن المتصفح نفسه يضيف الستايلات من عنده لصفحة المستند HTML فإذا كروم يضيف الستايلات من عنده وفايرفوكس يضيف الستايلات من عنده وبالتالي هنا يحدث أن مثلاً أنت تكتب صفحة مستند HTML جميل جداً وتقوم بإضافة له ستايل جميل جداً لكن في كل متصفح يظهر شكله شكل تقريباً يعني مشابه لكنه في يوجد اختلاف فلحل هذه المشكلة أو لحل هذا الإشكال الشيء الذي يقوم به المطورين ماذا يفعلون؟ يقومون بمسح أو بمسح دعونا أقول بإعادة ضبط أو بمسح ربما هذه الكلمة الصحيحة ربما صحيحه لي إذا كانت خاطئة مسح أو إلغاء دعم الستايلات المتصفح لصفحتها كيف ذلك؟ يعني عندما يكتبون المستند الخاص بها أول شيء يقومون به أنهم يمسحون كل ستايلات متصفح المطبقة على المستند الخاص بها المسح يكون بإعادة ضبط هذه الستايلات فمثلاً على سبيل المثال لو قلنا مثلاً أن في المتصفحات مثلاً كل أدنى ترويسة يضيفون مثلاً مسافة أو فراغ مثلاً مقداره مثلاً 10 بيكسل فالمطور يقول مثلاً أنا لا أريد هذا الفراغ أنا أريد أن أضبطه بنفسي فأول شيء سأقوم به سأقوم بإلغاء هذا الفراغ ماذا يفعل؟ بكل بساطة يقول الفراغ السفلي أو المسافة السفلية أدنى كل ترويسة سأجعلها 0 فهي كانت 10 بيكسل يطبقها المتصفح X الآن أصبحت 0 لماذا؟ لأن الشخص يريد أن يطبقها بنفسه يريد أن يضيف لها القيمة الخاصة به وليس القيمة التي يضيفها المتصفح طبعاً أنا قلت كلمة مسح هي مسح بالنسبة لصفحتها لكن ليس مسح بالنسبة للمتصفح يعني هو بمعنى آخر هو يقوم بإعادة كتابة هذه الكلمة الأصحة إعادة كتابة على أو استبدال يعني العشرة بيكسل التي طبقها المتصفح هو أعادة يعني كتب فوقها قال لا أريد عشرة بيكسل أريد 0 جيد فكتبها 0 فهذه هي الفكرة فيقومون بذلك توحيد توحيد شكل صفحتهم عبر المتصفحات بهذه الطريقة فهم يلغون الستايل الذي يضيفه المتصفح ويقومون بإضافة الستايل الخاص بهم بعد الغاء الستايل الذي يطبقه المتصفح هل هذا الذي أقوله أنا صعب فأخبروني الذي يسمعني بدقة والذي يتابع يخبرني رأيه بهذا الموضوع هل هذا الصعب وخصوصا إذا كان مبتدأ أم تشعر أن هذه لمحة عامة حول كل شيء حول كل الأفكار وبالتالي يعني 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 يطيك صورة أفضل أم تشعر لا أن هذا شيء كثير متقدم وأنت لم تفهمه طبعا عند استخدام هذه الأمور أو عند القيام بهذه الأمور أو كتابة هذه الأكوات سترى الكلام الذي أنا قلت وسترىه تطبيق عملي وستفهم الأشياء بشكل مباشر وأنا دائما أقول ليس بالضرورة أن مثلا شخص يتكلم يعني ليس بالضرورة مثلا أنا أتكلم بموضوع أو أنت أو أي شخص يتكلم بموضوع وأنا أفهم فورا ليس بالضرورة المهم أن أأخذ الأفكار وكثيرا مثلا شخص قال لي مثلا كلمة قبل سنوات لكن لم أفهمها بذلك الوقت الآن أتذكرها قل آه صحيح هذه معناها كذا الآن فهمتها فأحيانا تحتاج وقت أنت حتى تفهم الأمور وحتى تراها حتى تكتمل الصورة فأنا أعطيك جزء من الصورة ومع مرور الوقت أنت ستقوم بتجميع ويعني سيتم تراكم الأجزاء الأخرى من الصورة وبالتالي يمكنك أن تفهم بشكل أعلى وأكبر وأوضح فإذا هذا بخصوص CSS فإذا الآن إذا أردت أن تتعلمها أن تتعلم كيف تكتب مثلا هذه الورقة التي تريد أن تضيفها للمستند الخاص بك إذا أردت أن تتعلمها كيف تتعلمها؟ فبكل بساطة طريقة أنا بالتعلم هو بالسؤال أن أسأل سؤال وأحاول إجابة عن هذا السؤال فكيف ذلك؟ فأنت تعلمت اجتمل ولمزت اجتمل بشكل صحيح مستواك متوسط نوعا ما والآن تريد أن تجمل مثلا العنصر الفلاني تقول مثلا بسؤال مثلا أنا أريد أن أجعل هذا العنوان بلونه أحمر فبحث على الانترنت كيف أجعل العنوان أحمر وقم بجعله أحمر وبهذه الطريقة اسأل مثلا أنا أريد أن أضيف مسافة هنا كيف أضيف مسافة هنا؟ اسأل وثم احصل على الجواب وطبق هذه الطريقة قد تبدو بطيئة نوعا ما مثلا لو جاء مثلا أستاذ وأعطاك كل هذه القواعد ربما ستعرف الكثير بوقت قصير لكن لن يبقى بذهنك يعني لن يترسخ بذهنك بشكل كبير وبالتالي طريقة الترسخ المعلومات بالذهن من وجهة نظري أن تسأل وتحاول أن تجيب أو تبحث عن الإجابة وتطبق وتطبيق لساعات يعني طويلة بمعنى آخر أن تجلس تقول أنا أريد هذا لون أحمر أريد هذه الخلفية أصفل أريد أن المسافة إلى أعلى مثلا 10 بيكسل أريد أن أرسل هذه إلى اليمين أريد أن أجعل هذه العناصر بجانب بعضها البعض فإجلس مثلا 3 ساعات واسأل هذه الأسئلة وحاول أن تطبقها ستجد نفسك لديك خبرة مترسخة كبيرة أو أنك تراكم خبرة مترسخة كبيرة بالموضوع هذا فهذا فقط لهذا الفيديو أتمنى أنكم استفدتم من التجزيل الصوتي لليوم ونلتقي لحقا مع السلام